بيبدأ الفيلم بشرطة اسمه نيكو معاز ميلو روي وبيكونوا بيطردوا مخلوق شكله مخيف في الشارع وبيكون المخلوق ده شايل شنطة معدنية وعايزيه ربيها وفجأة بتتحدف عربية على نيك وعشان نعرف نيكو روي بيعملوا ايه فلازم نرجع لغارة في لاشباك اربعة ايام لغارة وبنشوف نيك بالليل وهو بيحفر حفرة في حديقة بيته وبيخبي جواها شنطة وماشي فيها قطعة من الذهب وبعدها بيقفل الحفرة دي وبيزرع فوقها شجر ببرتقان عل ما حدش يعرف ان هو شايل القطعة الزهبية في المكان ده وتاني يوم الصبح جوليا بتصحنيك جوزها من النوم وبتكون مابسوطة من الشجرة اللي هو زراعها في الجنينة وبيكون نيكو فاكرها متضايقة عشان ظروفها المالية مش كويسة فبيقول لها ان هي اكيد نفسها في جديد وفلوس كتير عشان تقدر تعيش كويس لكنها بتطمنه بان الفلوس مش كل حاجة وان هي راضية وسعيدة بعيشتها معاه فعشان نيكو تطمن بان جوليا مش فارق معها الفلوس بيقرر يبلغ عن الدهب اللي لقاه هو ابو بيزميل وعشان كده لما نيكو بيروح الشغل بيقول لبوبي بان هو دفن الدهب وعاوز يسلمه للشرطة وبيفهمه ان هو حر يحتفظ بنصيبه وان هو مش هيبلغ عن نصيب بوبي فبوبي بيحاول يقنعه بانهم لما لقوا الدهب مع العصابة لقوا صدفة وما كانش حد يعرف عنه حاجة لانهم اصلا كانوا بيدوروا على اسلح ومخدرات فلقوا الدهب في طريقهم واكيد من حقهم يغدوه وبيفكر نيكو بان هو محتاج فلوس علشان يعيش كويس لكن نيكو بيصمم على موقفه وبي يقولوا ان هو سيسلم نصيبه للشرطة فبوبي بيضطر يوافق هو كمان يسلم الدهب اللي معه للشرطة فنيكو بيضطر يصدقوا وهما بيتكلموا سوى بيجي لهم زميلهم وبيبلغهم بانهم لقوا المجرم الخطير اللي بيدوروا عليه فعلا طول بيحضروا نفسهم وبيروحوا يقبودوا عليه وبيكون معهم قوة كبيرة من الشرطة وفي الطريق بيعرف نيكو من بوبي بان الاسويرة اللي دايما لبسها في ايده وبتجيب له الحظ وان هي كانت هدية من جدة بوبي وبيوصلوا بعد كده لما كان الاصاب بيقتحموا المستودع اللي مستخبين فيه وبيحصل تبلق لاطلاق نار بينهم وبين الاصابة فبيطلع نيكو للدوري اللي فوق عشان يطار للشخص المطلوب لكن بيهرب منك وبينط من الشباك وبيتفاجئ نيك بوبي في وشه وبوبي بيقرر يقتله عشان يومت معه السر الدهب اللي بينهم وبيع نيكو من على ارتفاعه وبيموت وبيفتح حانية وبيلاقي الدنيا حالي وقفت وما فيش اي حاجة بتتحرك فبيخرج من المستودع وبيلاقي نفسه بيتسحب لفوق في السماء ومع ناس كتير ميتين زيه وبعدها بيلاقي نفسه في مكان ابيض فبيض والمكان ده هو مقر شرطة الراقودونة بسلام وبيكون قدامه مراقبة شرطة الاموات وبيعرف نيك منها بان هو مات وبدل ما يتحاسب ويدخل للجحيم لان هو كان فاسد وسرق الدهب هو وبوبي بيختارون المهمة خاصة وبتطمينوا المراقبة بانهم جابوه هنا عشان محتاجينه بما ان هو شرطي ماهر لانهم بيحتاجوا الشرطيين المهرة على مر الاصور علشان يساعدوهم في القبض على الديدوس والديدوس دول هم الميتين اللي هربوا من الجحيم ورجعوا على الارض تاني وبتخيروا المراقبة بين ان هو يروح للجحيم او ان هو يقبل العرض ده فبيوافق طبعا يبقى مع شرطة الراقودونة بسلام وبتقول له كمان بان مهمته هتكون ميت سنة وان هو هيرجع على الارض تاني ولكن بشخصية مختلفة مش زي مكان الاول وبتختم لواشمع على صدره بان هو بقى من شرطة الاموات وبتدي له المسدس الخاص اللي بيقدر يعددوس لانهم لازم يتضربوا بالسلاح قوي مش بالاسلحة الارضية ولازم الرصاصة تكون في الراس عشان يضمن ان الديدوس مات وبعد كده المراقبة بتاخد نيكو بتواري له السجون اللي حبسين فيها الديدوس وبتقول له بانهم بيبانوا على انهم اشخاص عاديين لكنهم بيتحولوا لمخلوقات متوحشة وبتقول له كمان بان الديدوس اللي بيهرب وبينزل الارض تاني يروحوا بتتعفن وبالتالي العالم كله بيتأثر بالعفن بتاعه بالسبب الاحتباس الحراري ده غير انهم بيسببوا الامراض للناس وان لولا قسم الراقضون بسلام اللي كان العالم كله دلوقتي محكم من الديدوس وبعد كده بتوري له المراقبة مكاتب قسم الراقضون بسلام وبتكون مكاتبهم اشبه بمكاتب الشرطة لانهم بالفعل كلهم من رجالة الشرطة اللي ماتوا على مرة السنين وحاليا بيستفيدوا من خدماتهم وهناك بتعرفوا على واحد من الشرطيين دول وهو روي لانه هيكون شريك نيك في الابضع الديدوس فروي بياخد نيك وبيدخلوا لمكان سري والمكان ده بيوصلهم لباب تاني جوا محل اجازة فيديو وشراية قديمة وبيخرجوا بعد كده من المحل ده وبيكون المحل ده هو البوابة للارض وطبعا بيكونوا مختارين محل بيبيه حاجات قديمة عشان اكيد محدش هيدخل يشتري منه حاجة فالمحل ده مش هيتكشف وبعد كده بيروح على جنازة نيك وبيتأثر نيك جدا لما بيشوف جناسته فبيروح عشان يكلم جوليا مراته لكنها مش بتعرفه وبتسيبه وبتمشي وبعدها بيمسك في خنق بوبي واللي برضه مش بيكون عارفه وبيخلي الشرطة تمنعه من ان هو يتخانق معاه وبيركب بوبي العربية مع جوليا وبيمشو فبعدها بيكون نيك مستغرب ازاي ان جوليا مراته وبوبي ما عارفوش هو مين فروي بيصدمه وبيقوله بان هو حاليا شخصية تانية ولكن بنفس الروح وبيوري له اثبات الهوية بتاعه فبيلاقي نفسه بقى راجل صيني عجوز اما روي فهو على هيئة واحدة ستة جميلة وطبعا كل الناس بما فيهم الدوتس هيشوفهم بعشكالهم الجديدة وبينبهوا روي بان الكون مش هيسمح لهم يظهروا شخصياتهم الحقيقية وبعد كده بيركبوا عربية روي عشان ينفزوا المهمة بتاعتهم وفي العربية بيعرف نيك من روي بان هو كان شرطي قدين في الغرب الامريكي ايام ما كانوا بيسموهم رجال القانون وان هو اتقتل وقتها وبيطارد اصابة وبيروحوا بعد كده على عمار اساكن فيها واحد من الديدوس على حسب معلومات روي جايالو فبيشتروا الاول اكل هندي مليان بهارات لان البهارات هي اللي بتكشف الديدوس وبيدخلوا الامريكي وبيفهموا روي بان الديدوس بيعفنوا اي مكان هما موجودين فيه فبيخبطوا على شقة حواليها عفن فبيفتح لهم واحد من الديدوس ولكن بيكون على هيئته البشرية فبيقولولوا بان هما من قسم الصحة وبيدخلوا يقعدوا معاه وبيبدأوا يسألوا ان كان من الديدوس ولا لا وفي نفس الوقت روي بيبدأ يكن من الاكل الهندي فالبهارات بتاعة الاكل بتخلي الديدوس يتحول لوحش فبيحاول انك يكتفه ويكلبشه بالكلبشات لكن الديدوس بيفلت منه وبيفتح التلاجة وبياخد منها قلبة لبن وبعدها بينط من الشباك عشان يهرب فعلى طول روي بيزوق انك من الشباك عشان ينطهما كمان ويمسكوا الديدوس وطبعا مش بيحصل لهم اي حاجة لما بيقعوا على الارض لانهم كده كده ميتين وبيكون الديدوس ده اكل قلبة اللبن اللي اخدها من تلاجته وبنكتشف بان كان جواها قطع ذهبية شباها لانك وبيبلاقوها قبل كده لان نك لما بيدربوا القطع الذهبية دي بتاع من بقه وبيروح روي ضربه بتال افراسه من مسدسه وبيقض عليه وبعدها بيرجعوا تاني بالقطع الذهبية لمقر راقدونا بسلام عشان يدوها لقسم الادلة ويصدروها فانك بيكون شاكك في موضوع الدهب ده ومش بيبقى فاهم ليه الديدوس بيجمعوه وبيطلب من روي انهم ياخدوا قطع واحدة من الدهب اللي تصادر ويسألوا المخبر بتاع روي عنها وفعلا بيروحوا للمخبر اللي روي مشغله وبيسألوا عن قطعة الدهب دي لكن المخبر بيكون عامل نفسه مش فاهم فانك بيسيبها له وبيقوله لو عارف حاجة يبقى يبلغه وبكده يكون نك اداله طعم لان المخبر بعدها على طول بيتصل ببوبي فبيجيله بوبي قابله وبياخد منه القطع الذهبية وطبعا نك وروي بيكونوا قافين بالعربية وشايفين اللي بيحصل ده فبيمشوا بالعربية وراء عربية بوبي وبيلقوا رايح بيت نك وبيدخل بوبي البيت لجوليا وبيسألها ان كان نك خب حاجة في البيت لان هو كان قيل له كده قبل ما يموت فجوليا بتفتكر على طول شجرة البرتقان اللي نك زرحها في الحديقة وبتوريها البوبي فبوبي بيشيل الشجرة وبيلاقي تحتها كيس قماش مدفون وبيفتحه بيلاقي في القطع الذهبية فبتتضيق جوليا وقتها وبتقول ان هي لازم تتخلص منهم خصوصا ان هي حسب بان هي تخدعت في امانة جوزها فبوبي طبعا بيعمل نفسه شهم وجدع وبياخد الدهب ده معاه اللي يعني هيسلمه للشرطة وبيروح بوبي يفتح شنطة عربيته وبيخرج منها شنطة معدنية وبيحط القطع الذهبية جواها وبعدها بياخد العربية وبيمشي وطبعا نك وروي بيروح وراب العربية وبيلاقوا وقف العربية قدام ابناء فبياخد بوبي الشنطة المعدنية من العربية وبيدخل بيها المبنى ده وطبعا نك وروي بيدخلوا قرير ابوه فبيلاقوا بوبي بيد الشنطة المعدنية لراجل تخين وبعدها بيمشي بوبي فبيمشي وراء الراجل التخين ده لانهم حسوا بان هو من الديدوس فبيدخلوا جوا مكان في المبنى ده وبيروح نك وطلع علب البهارات من جيبه عشان يهددوا بيها لو ما قالش هو واخد الدهب ده المين لكن الراجل التخين ده بيروح شدد بمنخيله البهارات كلها لان هو زهق من التخفي وبيتحول لديدوس وبيطلع يهرب منهم فبيجروا هم مهراء لكن الديدوس بيقدر يهرب منهم في الشارع وبيطلع فوق مبنى عالي فروي بيدرابوا بسهم في حبل عشان يشدوا لتحته ويصطادوا لكن برضو بيقدر يهرب منهم وفي الشارع بتحصل حدثة بسبب الديدوس ده فعربية بتطير وبتوقع علانيك زي ما شفنا بالزبط في اول الفيلم وبيهرب الديدوس لجوه مبنى تاني وبيفضل يجري واستماكات بالموظفين وطبعا بيكون ساحب غراء روي وبينط الديدوس فوق الأسنسير فنيك بيكون دخل المبنى وبيروح مشغل الأسنسير للصعود فالأسنسير بيفضل يطلع لفوق بسرعة لحد ما بيختارك سطح المبنى خالص ولكن بيقدر الديدوس برضو يهرب ولكن بيكون سهب الشنطة المعدنية فنيك بياخدها يصدرها وطبعا الشارع في الوقت ده بيكون تقلب والعربيات اتدمرت بالسبب المعركة اللي حصلت دي فالشرطة بتوصل للمكان وكمان وسائل الإعلام بتوصل وعشان كده المراقبة بتاعت شرطة الراقدون بسلام بتتدايق من نيك وروي لأن الديدوس هرب منهم وكمان بسببهم الدنيا خربت وتفضحوا في الإعلام لكن برضو المراقبة بتقول لهم بأن القطع الزهبية اللي لقاوها دي خطيرة جدا لأن الديدوس عايزين يصنعوا منها مسلة زهبية والمسلة دي هتحول اتجاه النفق اللي بيوصل للسماء وتخليه يوصل للأرض يعني الميتين بدل ما يطلعوا للسماء هينزلوا للأرض تاني ويهربوا ساعتها من الحساب وكده هتكون أعداد الديدوس كتير جدا وهيقدروا يحكوموا العالم وقتها وبتقول لهم كمان بأنهم كانوا دمروا المسلة دي من حوالي 3000 سنة وتحولت وقتها القطع الزهبية منتشرة في كل مكان في العالم لكن الديدوس قدروا يجمعهم كلهم ونقصهم بس دم بشري عشان يفعلوا المسلة الزهبية وبتقول لهم كمان على خبر بيصدمهم وهو أنهم اتوقفوا عن العمل بسبب اللي حصل بسببهم وهيجيبوا مكانهم شرطيين تانيين وأن قدامهم يوم واحد وهيمسحهم خالص فعشان كده نيك بيحس بيأس لأن مش بيكون بقيل وغير يوم واحد على الأرض فبيروح لجوليا الملعب اللي تتمرن فيه وبيكلمها تاني وبيلمس بييده وشها فبتحس هنا الثواني بأنه نيك لكنها بتسيبه وبتمشي لأن اللي قدامها راجل سيني عجوز وبعدها بيبدأ نيك يفكر كويس فبيقرر أنه يكمل المهمة حتى لو بقيله يوم واحد وبيقول لروي بأن بوبي كان زميله لمدة خمس سنين وما كانش بيظهر له ريحة عفن خالص رغم أنهو من الديدوس فروي بيقول له بأنه أكيد بيستخدم حاجة بتمنع ريحة العفن ده من أن هي تظهر فهنا بيستنتج نيك بأن أكيد الإسويرة اللي بوبي لابسها هي اللي بتمنع ريحة العفن من أن هي تظهر والإسويرة دي هي اللي قال له عليها أن هي هدية من جدته وأنهو بيلبسها دايما حوالين إيديه وعلشان يتأكده بيقرر يروحه لبوبي لبيت وبنروح بعد كده لجوليا وهي بتتصل ببوبي وبتحكيره عن الراجل الصيني اللي قبلته تاني وبتقول له بأنهي حست وكأنه هو نيك جزهة فبيشك بوبي شوية وبيقول لها لازم تسيب البيت حالا أنه تقعد في مكان آمن فعشان كده هيبعت لها ناس يوصلوها ليه فبتوافق جوليا وبيوصل نيك في الوقت ده هو وروي اللي بيت بوبي وبيأمروه باستلاح بأنهو يقلع لسورة من إيده ولما بيقلعها بينتشر العفن في كل مكان وبيبدأ البيت كله كمان يتشقق ويتشرخ لكن بوبي بيكون لسه متحاولش الديدوس لأنه لسه مشامش بهارات وبيدوار على الذهب اللي مخبيه في البيت وبيلقوه وبيصدروه وبيقبوضوا عليه وبيوضوا لشرطة الراقدونة بسلام وهناك بيقعدوه جنب كم واحد من الديدوس اللي الزمال نيك وروي قبضوا عليهم وبيلاقي روي مع بوبي نص كرة فاضية لما بيفتشوا فبياخدها مع باقي الذهب وبيسلموا لشرطة قسم الأدلة فبتحط الشرطية نص الكرة الفاضي جنب نص تاني لقوه مع واحد تاني من الديدوس فالنصين بيلحموا مع بعض واللي بيحصل لما نصين الكرة بيتلحموا مع بعض بيطلعوا موجات قوية والموجات دي بتوقف كل الناس وبيتجمدهم مكانهم معادة الديدوس وبيبدأ الديدوس يضمروا في المكان ويضربوا الشرطيين وبيلموا كل القطع الزهبية اللي تصدرت عشان يروحوا بسرعة يبنوا المسالة الزهبية وبعدها بيدخل الديدوس بقيادة بوبي للمكان اللي هيخرجهم للأرض لكن بيقدر روي يحرك اتجاه مسدسه شوية فبيضرب طلقة على الكرة الفاضية وبيضمرها فالتجميد اللي حصل للشرطيين بيروح مفاوله وبيخرج الديدوس للأرض من جوة محل شراية الفيديو وبيطلعوا فوق مبنى عالي جدا عشان يبنوا فوقي المسالة الزهبية وبتحصل معركة كبيرة بين باقي الديدوس وبين شرطة الراقدونة بسلام وبيبعت بوبي اتنين من الديدوس على هيئة بشر لجوليا وبيقولولها بان بوبي باعتهم زي ما اتفقت معها عشان ياخدها فبتروح معهم جوليا وفي نفس الوقت ده بيظهر اعصار قوي جدا فوق المبنى اللي بيشكلوا عليه المسالة الزهبية وبيضمر الاعصار المباني والعربيات اللي حواليه والديدوس بيخربه في كل مكان وبتصل في الوقت ده جوليا البوبي فعلى طول بيطلع من جيبه وعلب ببهاراته وبيشمها فبيتحول لوحش ديدوس كبير وبيخطف جوليا وبيطلع بيها عالمبنى العالي اللي بيشكله فوق المسالة لانهو عاوز يقتلها وياخد دمها ويفعل المسالة لكن وكو روي بيطلعوا عراهم فبوبي بيهددهم بانهو هيئة الجوليا وبيضربها فعلا بسفة بتوعها الارض وبيبدأ الدم ينزل من جسمها فالدم بيتسحب للمسالة الزهبية بعد ما بوبي يركب فيها اخر قطعة وبتتفعل المسالة بالدم البشري وبيبدأ النفق اللي بين السمع والارض يعكس اتجاهه فالاموات بينزلوا من فوق بعدات كبيرة جدا وبيبدأ نيك وروي يضربوا فيهم وبيشتبك نيك بعد كده مع بوبي بدون اسلحة علشان الرصاص اللي معهم خلص وفي الوقت ده بيسحب روي عربية كان الاعصار سحبها فوق المبنى وبيروح روي داخل بيها في المسالة الزهبية فبيدمرها فالميتين بيطلعوا تاني للسماء وبيقدر نيك يقتل بوبي وبيروح يلحق جوليا قبل ما تموت والمرة دي بتشوفوا على هيئته كنيك لانها بتكون بين الحياة والموت لكنه بيطلب منها تكمل حياتها لان هو خلاص مات فبتفوق جوليا وبتلاقي نفسها جواه وضف مستشفى بعد ما انقذوها من الموت وبعد ما نفزوا مهمتهم في اخر يوم ليهم والمراقبة بتكافئ نيك وبتقوله بان هو اخد انذار بس ومش هيتعاقب ولكنها بتقول لروي بانهم زودوا عليه 53 سنة كمان يطارت فيهم الديدوس فبيدق جدا وبعد كده روي بيقول لنيك بان هو كذبه كصديق وبيديله اوراق هوية جديدة بدل الراجل الصيني العجوز وبيقوله بان هو جاب له وسطة بالعافية عشان يقدر يغير له هويته فبيفرح نيك لكنه لما بيبص في اوراق الهوية الجديدة بيلاقي نفسه بقى بنت صغيرة ابن الضارة وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم في الغرب الامريكي سنة 1876 بواحد بيحفر في الارض وفجأة تخرج روح شريرة وبتدخل جسمه وبتسكنه وبتحوله شخص شرير وبعد شهر بالزبط بنروح لمكان تاني في الغرب الامريكي برضو وبنشوف المارشال روي رجل القانون وبيكون في محطة الاطر بيستقبل بنته شارلوت وخطبها انجوس وللمفروض هيتجوزه بعد خمس ايام لكن روي بيكون مش مقتنع بخطيب بنته خصوصا بان هو كان بيتمنى لها شخص يكون شجاع زيه علشان يقدر يحميها لكنها بتفهمه بان هي مش محتاجة حارس يحميها وان هي محتاجة زوج يحبها وبتطلب منه يبقى لطيف مع خطيبها لكن فجأة بتهجي معصابة اسمهم ابناء سامويل على محطة الاطر وبتبدأ عصابة ابناء سامويل يقتله في الناس فروي بيخب بنته جوا مبنى المحطة وبيبدأ يقاتل في العصابة وبيتل زعيمهم زيكي لكن فجأة بتيجي الروي طلقت غدر من واحد جوا الاطر وبيموته في ساعتها وبتتسحب روح روي للسماء فبيلاقي نفسه في مكان ابيض فبيض وبيكون قدامه واحدة ماهانو وبتقوله بان هو في مكان اسمه شرطة الرقودونة بسلام وان هي المراقبة بتاعت المكان ده وبتفهمه بان هو خلاص مات وان المفروض كانت روحه تتحاسب لكنهم اختاروه لمهمة تانية بما ان هو شرطي ماهر والمهمة هي انه يطارد الديدوس والديدوس دول هم الميتين اللي قدروا يهربوا من الجحيم ويرجعوا تاني للارض وبتكون مهمته هو انه يقبض عليهم ويرجعهم تاني للجحيم وبتفهمه هانو كمان بان الديدوس دول بتقدر ارواحهم تسكن الناس العاديين واتحاولهم للديدوس زيهم وكل ما هيكتر اعداد الديدوس على الارض فده معناها تهديد لحياة البشرية كلها وبتاخده هانو على مكان التسليح بتاعهم وبتديله مسدس خاص لان الديدوس مش هيموته بالرصاص المسدسات العادية وبتفهمه بانهم مش هيموته الا لو ضرب عليهم طلقه في الرسم المسدس ده وكمان بتنبهه بان نفس المسدس ده لو ضرب هو بيه هيموت وروحه هتنتهي خالص من الوجود وبتوريه له رسمة في الارض اسمها اوربورس ونفس الرسمة دي بتكون محفوره على شكل وشمع على صدور الديدوس علشان يقدر يميزهم عن الناس العادية لما ينزل الارض تاني وبتقوله كمان بان من شهر بالزبط حصل خصوف للامر ووقتها تفتح بوابة الجحيم في مكان اسمه ريت كري والبوابة دي هي اللي هتمكن الديدوس من انهم بدل ما ينزلوا للجحيم تاني يطلعوا للارض ويبقوا هربوا من عذاب الجحيم وبتدي الرؤي عقد اتفاق لو هو موافق عشان يمضي عليه فبيمضي على طول لان هو فاكر بان هو هيرجع للارض تاني ويبقى عايش زي الاول لكن هي بتبدأ تفاهمه ان هو هيرجع بشخصية تانية وان هو مش هيعرف يتواصل مع اي حد بيحبه تاني لانهم مش هيشوفوه بهيئته اللي كانت قبل كده فبيوافق وبيمضي على طول وبيترسم على صدر ووشم شرطة الراقدونة بسلام وبتفكروا هانو بان خلال يومين القمر ادامه هيكتمل ووقتها الديدوس هيضروا ويفتحوا بوابة الجحيم فلازم يلحق ويخلص عليهم قبلها وبعدها هانو بتدخله مكان خاص فبيخرج منه للارض على طول وبيخرج على المكان اللي كان عايش فيه وبيقابل روي واحد اسمها جين وبيعرف منها بان هانو بعتها عشان تبقى هي شركته في المهمة وجين دي كانت فارسة وماتت من الربعمية خمسة واربعين سنة وبعد كده بنشوفها صابت ابناء سامول تاني وبيكونوا بيهجموا على بنك ولكن مش عشان يسرقوه لان مهمتهم هي خطف الناس فبيختفوا كم واحد من هناك وبيركبوهم العربية بتاعتهم وبيكون رجال القانون في الوقت دا وصلوا فبيهرب زيكي ومعه واحد تاني بالناس اللي خطفوهم وبيسيبوا ثلاثة من ابناء سامول يتصدلوا رجال القانون ولكن بيتقبض عليهم على طول وبيروح روي يشوف بنته من وراء شباك البيت لكن جين بتفاهمه بانه ماينفعش يتواصل معاها لان هو خلاص بقى شخص تاني فمش هتعرفه وبتوريله صورته في المراية فبيلاقي نفسه بقى واحدة ست سامرة وبيلاقي جين هي كمان ست سامرة زيه وبعدها بيروح على المكبرة اللي روي ادفن فيها وهناك بيجي صديق روي واسمه هنري وبيحطوا ظهور قدام عبره وطبعا بيكون شايف روي وجين ستات وبيعرف منهم بانهم اخوات وان هما بيزوروا عبر روي لانهما في يوم الايام كان سعيدهم لما عربيتهم كانت عطلانة وبيعرفوا منه بان ابناء سامول خطفوا انجوس خطيب بنت روي وخطفوا كمان ناس تانيين من البانك وان رجال القانون ابضوا على ثلاثة منهم وهينقلهم لمنطقة تانية يحبسون فيها فبيتدايق روي وبيقرر يروح ينقذ انجوس خطيب بنته وبيكون عارف بان عربية رجال القانون هتعدي بالمساجين دول من طريق اسمه طريق الافعة لكن جين بتنبهه بان مهمتهم محددة وهي القداء على الديدوس فما ينفعش ينشغله بالامور الشخصية لكن روي بيصمم يروح ينقذ خطيب بنته وبياخد روي حصانه وبيروح على طريق الافعة فبتضطر الجين ان هي تروح معاه وبيقفوا فقهضب عليها وبيشوف عربية المساجين معدية قدامهم فبيحكي روي لجين عن ابناء سامول وبيقول لها بانهم كانوا اربع اخوات ومعهم اخي بالتمني واللي هو سليم وانهم كانوا شباب كويسين جدا لحد ما في مرة اشتغلوا في بير قديم ومن وقتها بقى اشرار وكمان بيقول لها بان هنري قال لهم بان رجال القانون ابضوا على ثلاثة من الخمس اخوات والمفروض بانهم باربعة بس لان هو قتل اخوهم اللي بيتزعمهم وهو زيكي فبيستغرب في الوقت ده ازاي هو لسه عايش وبتقى في العربية في الوقت ده في وسط الطريق علشان واحد من رجال القانون بيكون عايز يخش الحمام فبينزل وبيدخل وسط الشجر وبينزل روي وجين من فوق الهضبة وبيددر ورا شجرة ولما بيشوفوا ابناء سامول بيلاق واحد منهم على صدره العلامة اللي بتقول ان هو من الديدوس يعني معنى كده انهم من الديدوس وده بيفسر ليه زيكي اخوهم ماتش لما روي قتلوا لان هو برضو من الديدوس يعني لازم يتقتل بسلاح شرطة الرقدونة بسلام فبيفكروا بسرعة في اي خطة فاجين بتروح لرجال القانون عند العربية وبتقولهم بان اختها تعبانة ومحتاجة مساعدتهم وبتارض عليهم كيس من العملات الفضية عشان تغريهم ففي اتنين منهم بيروحوا معها ورا الشجر وبيلاقوا روي واقع على الارض وطبعا هما شايفينهم اتنين ستات ولما بيقرب منه واحد من رجال القانون روي بيروح ضربه وجين بتضرب الرجل التاني وبعدها بيهجموا على البقيين وبيضربوهم وبيكتفوهم وبيكون روي اخد طلق دروساس من واحد منهم لكن هو مش بيموت لان هو ميت اصلا وبتروح جين قدام الافص اللي فيه تلاتة من ابناء سامويل وبتطلع مية مقدسة من معاها وبتروشها على واحد منهم فبيتحول لوحش من الديدوس وبينفجر اول ما روي بيضربو طلقة من السلاح الخاص بتاعو فبيفضل منهم اتنين بس فواحد منهم بيخطف مسدس روي وبيكون عاوز يقتله لكن جين بتقتله بصفة في الوقت المناسب وبياخدو التالت اسير هو وسليم وبعدها روي بيواجه سليم لان روي لقى ورقة اعلان المطلوبين للعدالة وفيها صورة سليم ومكتوب فيها بان هو مطلوب للعدالة لان هو قتل روي لكن سليم بينكر ان هو عمل كده ولكن بعد ما بيهددوه بالمية المقدسة بيعترف سليم باللي يعرفه فبيقول لهم بان فيه شخص اسمه اوتس ويعتبر اوتس ده هو زعيم الديدوس لان هو قوي جدا وطلب منه واخواته انهم يختفوا له ناس كتير على مدار شهر كامل ويودهم على ريت كريك وبيقول لهم ان اوتس محافظ على الناس اللي خطفهم وبيهتم بيهم لان هو هيحتاجهم في مهمة كبيرة وان هو هدد سليم واخواته بان هو هيقتلهم لو منفزوش اوامره فهنا جين بتستغرب لانه ما ينفعش ديدوسية الديدوس تاني فسليم بيقول لها بان اوتس معاه اسلحة زي اسلحة شرطة الراقودونة بسلام فبتستغرب جين اكتر لانها ما بتكونش عارفة مين اللي هيماول اوتس بالاسلحة دي وبيتطم الروي من سليم بان انجوس لسه عايش وبيعرف روي في الوقت ده ان المهمة بتاعتهم هي نفسها مهمته الشخصية في انقاص خطب بنته يعني هدفه هو وجين بقى واحد وبعدها بيربطوا سليم وبيسحبوا معاهم وبيعتجوا لاريت كاريك وبنروح بعد كده لاريت كاريك وبنشوف اوتس بعد ما روحوا لبسة الراجل اللي كان بيحفر في اول الفيلم وبنشوف نيل المساعدة بتاعته وهي بتقوله بان زيكي واسابته خطفوا تمانية بس لكنه بيقول لها بانهم محتاجين اكتر من كده بكتير علشان يحفروا حفرة الجحيم اول ما الامر يبقى داموي يعني لازم يحفروا الليلة دي عشان بوابة الجحيم هتكون ضعيفة وهيضروا وقتها يخرجوا من حفرة الجحيم الارواح الشريرة كلها علشان يسيطروا على الارض لكنه بيحذرها بانهم لو مليحقوش يحفروا الليلة دي والفجر دخل عليهم هيضطروا يستنوا خمسة وعشرين سنة لحد ما الامر الداموي اللي بعده ييجي وبيعرف اوتس من النيل بان زيكي ورجالته ومش مؤمنين بيه ولا مصدقينه ده غير انهم خايفين من شرطة الراقدونة بسلام فبيروح اوتس لزيكي وبيطلع الددوس اللي جواه وبيأمره يفتح هانيه ويؤمن بيه وبعدها بيقتل زيكي بمسدس شرطة الراقدونة بسلام اللي معاه فطبعا بقى الناس بتخاف وبيلبسوا الاقناع المضادة للغازات وبيكملوا حفر وفي الوقت ده بيوصل روي وجيل لبلدة ريت كريك وبيكون معهم سليم بعد ما غطوا راسه عشان ما حدش يقدر يتعرف عليه وبيلاحظوا بان البلد بيتشيبها فاضية والناس القليل اللي هناك بيقوحوا وعينين جدا فبيستغرب روي من الحكاية ده وبعدها بيدخلوا فندق عشان ياخدوا غرفة والفندق ده ملكه جوليوس واللي هو في نفس الوقت عمدة البلد لكن مش بيرضى يسكنهم في غرفة لان هو معلق يفطة مكتوب فيها ممنوع تأجير الغرف لاصحاب البشر الصمرة لان العنصرية كانت منتشرة جدا في الوقت ده فروي بيهدده بالسلاح وبيكبر ويحرق اليفطة ده فبيعمل كده لان هو خف منهم خصوصا بانهم فاهموه بانهم اخواته وبيشتغلوا صيدين جوائز وانهم ابضوا على سليم عشان يسلموا للعدالة فبينادي جوليوس على المساعدة بتاعته وبيفري واللي بتطلع هي كمان سامرة وبيقولها توصل الاختين دول الغرفة اللي حجزوها وبيعرفوا من بيفري بان البلدة فاضية من الناس عشان معظمهم راحوا المنجم القديم علشان يحفروا ويطلعوا الدهب وطبعا ريوجين بيستنتجوا بانه مش بيحفروا عشان يدهب وان الحفر ده عشان اوتس يفتح بوابة الجحيم وبيمرض في الوقت ده العمدة هو كمان فبيروح لأوتس وبيطلب منه القناع للغازات خصوصا انه هو نفز له كل طلباته وخلاه يختف الناس كلها من بلدته فاوتس فعلا بيديله القناع لكنه بعدها بيحبس جوه عربية وفي الوقت ده بيخرج ريوجين من الفندق عشان يدوروا عن ناس بعد ما بيسيبوا سليم متربط في غرفة الفندق فبيسمعوا العمدة بيستنجب بيهم من جوه العربية المحبوس فيها وبيعرفوا منه بان اوتس جمع الناس كلها واخدهم فوق التالي العالي عشان يحفروا في المنجم القديم وهنا ريوجين بيستنتجوا بان الغاز اللي بيخرج من حفرة الجحيم هو اللي بيمرض الناس لكن طبعا الغاز ده مش بيأثر على الديدوس ولا حتى هيأثر على ريوجين لانهم كلهم اموات اصلا واسناء ما هما بيتكلموا مع العمدة بيهجم عليهم رجالة اوتس وبيخطفوهم ويحبسوهم جوه قفص وفي نفس الوقت ده في الفندق بتكتشف بيفري ورقة في مكتب العمدة وبتبين بان هو زور ورقة اعلان المطلوبين للعدالة واللي فيها صورة سليم على ان هو متهم بقتل روي فبتاخد الورقة دي وبتدخل الغرفة لحجازة ريوجين وبتلاقي سليم بتربط هناك فبيتواريله الورقة واللي هي بتثبت ان هو بريق من دم روي فبتحراره عشان يروح يلحق روي وجين وفي الوقت ده بيكون روي وجين محبوسين في القفص فبتجيلهم نيل تشمت فيهم وبتكون شايفاهم على انهم روي وجين مش ستات سمر لان نيل كانت واحدة من شرطة الراقودونة بسلام وده اللي بيفصر لجين ازاي الاسلحة بتاعت شرطة الراقودونة بسلام وصلت للديدوس والتفسير هو ان نيل خنتهم بعد ما سرقت الاسلحة منهم ودتها الاوتس وبعدها رجالة اوتس بيبودوا على انجس وبدخلوا الافص مع روي وجين لان هو كان بيحاول يهرب وطبعا انجس مش بيتعرف على روي لان هو شايفه ست لكن روي بيكون من جواه فخور بانجس وحاسس بان هو ظلمه لما قال عليه مش جدير بالجواز ببنته لانه على العكس لقى راجل شجاع وبعدها رجالة اوتس بيخراجوا انجس من الافص وبياخدوه عشان يكمل حفر وفي المانجن بيبدأ العد التنازلي لفتح البوابة وبتتفتح فعلا حفرة الجحيم وبيخرج منها اروح كتيرة اشريرة وبتبدأ تسكن الناس وبتحاولهم لديدوس ومش بيكون في اي حل يقفل البوابة دي تاني الا بالدموع المقدسة واللي جين معلقاها في سلسلة حوالي رقابتها لكنها جوا الافص هي وروي ومش عارفين يخرجوا ولكن بيوصل لهم سليم وبيقتل الحارس وبيحرارهم وبكده يكون اثبت لهم بان هو شخص معصوق فيه لان هو عايز يبقى كويس وبيوري سليم لروي الورقة اللي تثبت بان هو بريء من قتله وان العم ده هو اللي زورها فروي بيقتنع بان سليم بريء فعلا وبيروحوا كلهم عالتال العالي عشان يقضوا على اوتس ويقفلوا حفرة الجحيم تاني وفي الوقت ده كل الناس اللي هناك بتفتحانيها بتسكنها روح شريرة وبيوصل روي وجين واسليم لحفرة الجحيم وبتبدأ المعركة الكبيرة وفي نفس الوقت بيكون انجوس عمال يهرب الناس اللي لسه متحاولوش لديدوس وبتقدر جين ترمي الدموع المقدسة جوا حفرة الجحيم فالحفرة في الوقت ده بتبدأ تتقفل لكنها بتشفط كل حاجة حواليها مش ارواح دديدوس وبس وعلشان كده روي وجين بيثبته نفسهم كويس في الارض لحد ما الحفرة تتقفل وهنا بيتحاول اوتس للشتان ضخم فبيبدأوا يقتلوه ولكن للأسف في الوقت ده الاسلحة بتكون راحت في الحفرة فروي بيلايب اندقية من البنادق الخاصة بتاعت شرطة الرقودونة بسلام فبيضرب بيها على اوتس لكنه مش بيتأثر فجين بتضربه يا كمان بسيفها وبرضو مش بيتأثر وبيبدأ اوتس يبعد ارواحه الشريرة عليهم عشان تخنقهم لكن روي بيلاقي السلسلة اللي فيها الدموع المقدسة وبيكون باقي فيها نقطتين فبيحط النقطتين دول جوا مصورة البندقية الخاصة بتاعته وبيضرب بيها اوتس فبينته وبينفجر وبكده يكونوا قدروا يقضوا على الشر كله وقدروا يحرروا الناس اللي لسه ما ماتتش وبعدها روي بيعين سليم مارشال قانون للبلدة وبيعين بيفري المساعدة بتاعته وبيحبسوا العمدة بعد ما عارفوا منه بان هو اللي قتل روي ولكن من غير از لان هو شافوا من ظهره وكان ما فكروا من اصابة ابناء سامول وبيحضر بعدها روي وجين فرح شارلوت وانجوس وبكده يكون روي قدم مهمته وكمان اطمن على بنته لكن جين في الوقت ده بتصدمه بان العقد اللي مضاه مع هانه ومكتوب فيه بان هو لازم يغدم مية سنة كاملين يعني هيفضل مدة مية سنة شغال مع شرطة الراقودونة بسلام وبيخلص الفيلم ما تنساش تقولينا رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام نلخصها في التعليقات وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكميدية